تستمر الخلافات بين عدد من قيادات تحالف كحولفان خاصة حول مدى إمكانية تنفيذ تهديدات وصلت إلى حل الحكومة على خلفية المصادقة على الميزانية أم الموافقة على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالمصادقة على ميزانية العام المقبل بعد الموعد المقرر في الاتفاق الاقتلافي في الثالث والعشرين من كانون الأول المقبل وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزراء وأعضاء الكنيسة من كحولفان عقدوا اجتماعا مغلقا في منزل رئيس الحزب بني جانس للتباحث في موقف الحزب من المواضيع السياسية وهدفه الاطلاع على الأجواء في حزبه قبل اتخاذ قرار بشأن استمرار شراكته مع نتنياهو ونقلت الوسائل عن مصادر في كحولفان قولها أن وزير الخارجية جابي أشكنازي ووزير القضاء آبي نيسين كورن يطالبان باتخاذ قرار قاطع فيما يطرح جانس توجها معتدلا من خلال استنفاذ الإمكانيات السياسية كافة قبل اتخاذ قرار صوتت لجنة المالية في الكنيسة على رفع الامتيازات الضريبية للبلدات العربية القريبة من الحدود الشمالية وذلك بضغط من القائمة المشتركة هذا واعتمدت لجنة المالية في قرارها معيارين هما بلدات ضمن العنقود أربعة أو أقل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وأقل من أربعة ضمن المعيار الجغرافي والضواحي وذلك ضمن قانون امتيازات لمدينة عكة حيث تم الموافقة على توسيع القائمة بعد حذف تعبير بلد مختلطة ومن ضمن البلدات المستفيدة من الارتفاع هي عكة وأبو سنان وجديدة المكر وجولس وتمر وكابول ويركا ومجد الكروم والبعنى والمزرعة وسخنين وعرابة والراما وارتفع الامتياز إلى 12 علما أنه لم يتم إضافة بلدات جديدة وإنما رفع الامتيازات القائمة أصلا وأوضح عدد من النواب العرب أن القائمة المشتركة تعمل على كل ما من شأنه تطوير البلدات العربية ورفع المشاركة في سوق العمل والمتابعة المتواصلة في لجنة المالية من أجل تغيير سياسات التعامل مع المجتمع العربي وتحصيل المزيد من الإنجازات لهم أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة المدنية التابعة لمنصق أعمال الحكومة في أراضي دولة فلسطين تعمل على نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية من خلال الإعلان عنها أراضي دولة وذلك إثر إلغاء قانون شرعنة المستوطنة وتعليق خطة الضم الإسرائيلية ووفق الوسائل كشفت الإدارة المدنية عن توصيتها التي تهدف إلى منع المواطنين الفلسطينيين من دخول أراضيهم من خلال ردها على استجواب قدمها عضو الكنيسة عن حزب الليكود عوزي دايان حول تأجيل الإعلان عن أراضي دولة بعد إجراء مسح لها وبحسب وسائل الإعلام فإن الاحتلال أجرى مسحا لماء وستة آلاف دنم ومئات آلاف الدنمات غير المزروعة ولم يتم الإعلان عنها أراضي دولة حتى الآن ولذلك تنتظر عشرات المستوطنات نهب هذه الأراضي هذا ورد منصق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة على استجواب دايان بالقول إن التوصيات الأساسية هي فرض تسوية على أراضي دولة فلسطين بشكل تدريجي والتي تكون نتيجتها قاطعة ونهائية وهي إجراءة تمتد لسنوات أحيانا حتى بعد الإعلان عنها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 649 إصابة كورونا جديدة ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2545 بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير ووفق المعطيات الواردة فقد بلغ عدد الإصابات النشطة في البلاد 9800 حالة بينهم 372 حالة خطيرة منهم 170 مرتبطون بأجهزة التنفس الاصطناعي ويبحث كابينت كورونا رفع الغرامات على مخالفة تعليمات وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا بعد امتناع الحكومة الإسرائيلية عن المصادقة على مشروع قانون بهذا الخصوص إثر اعتراضات من جانب أحزاب المتدينين المتشددين أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 315 إصابة كورونا جديدة في المجتمع العربي حيث تشكل نسبة 50% من مجمل الإصابات المسجلة في البلاد خلال 24 الساعة جاء نشر هذه المعطيات بالتزامن مع جلسة مشاورات المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا كابينت كورونا حول المصادقة على المزيد من التسهيلات وفتح شامل للمحال التجارية والمجمعات التجارية ومضاعفة الغرامات لمن لا يلتزم بتعليمات الوقاية من تفشي الفيروس وصرح وزير الصحة الإسرائيلية لإدلشتين قبل انعقاد جلسة كورونا أن معطيات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة تقلل احتمالية فتح شامل للمحال التجارية قائلا إن ذلك قد يتسبب بتفشي الفيروس مجددا وطيلة انتشار فيروس كورونا في المجتمع العربي لم تتوقف وبعد انخفاض طفيف تعود وترتفع من جديد ومخوف عودة بعض المدن العربية للقائمة الحمراء لتزال قائمة في آخر 24 ساعة سجل أكثر من 300 إصابة جديدة في المجتمع العربي وهو ما يشكل نسبة 50% من عدد الإصابات في إسرائيل التي انخفض فيها عدد الإصابات النشطة لأقل من 10 ألاف مصاب لدينا مخاوف أن تعود الجائحة بشكل عالي في الأيام الأخيرة نلاحظ انخفاض محدود نوعا ما في نسبة المصابين ولكن الشتاء جاي وفي فصل الشتاء سوف تكون العوارض أكثر وأكثر ورح ترتفع الأعداد مسؤول ملف الكورونا روني جمزو يوصي من جانبه في مضاعفة إجراء الفحوصات في المجتمع العربي الذي يبدو أنه لم يعد يقبل على إجرائها أسباب عودة انتشار العدوى كثيرة ومعقدة ويصعب السيطرة عليها من قبل رؤساء السلطات المحلية الذين يوضعون في مواجهة المواطنين ويقول شعاء منصور رئيس بلدية الطيبة أن غياب النموذج الشخصي من القيادات السياسية خصوصا من بيت رئيس الحكومة يجعل مهمة منع الأعراس مستحلة وهناك عدة أسباب ولكن الأسباب الرئيسية هي أربع أولا عدنا إلى الأعراس اثنين الدخول بدون أي رقابة لمناطق السلطة الفلسطينية العالم أهل الطيبة بروحوا اليوم هناك بعملوا أفراحهم واجتماعاتهم والمطاعم مفتوحة والسبب الثالث هي تركيا تركيا يجب أن تصنف على أيدي الحكومة كمدينة حمراء لأن أنا أرى أعداد هائلة تذهب إلى تركيا وتعود ومش كلياتهم بيعملوا فحوصات والأغلبية مش كلها بتفوت إلى الحجر الصحي والسبب الرابع اللي هو مهم 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 جدا هو عدم إدارة جائحة الكورونا بشكل صائب على أيدي الحكومة كما يرى المواطنون في مدينة الطيبة أن الغيابة مطبقي القانون هو سبب آخر لعودة تفشي الفيروس بين صفوف أبناء مدينة الطيبة التي وصل اليوم عدد الإصابات الناشطة فيها ثمانية وتسعين يعني فيه لوم كبير من جهة السلطات والمسؤولين ثاني بعدين الشرطة الشرطة في الطيبة احنا منلاحظ اليوم أنه في فترة معينة يوقفوا الأعراس يوقفوا الأعراس الوباء انتشاروا خف من فترة قصيرة منشوف أنه الأعراس رجعت اللي بيعملوا بصحات البيوت اللي بيعملوا بصحات مفتوحة الأعراس رجعت وبنشوفش أنه في عقاب يعني بنشوفش أنه الجهات المسؤولة يعني متابعة هذا الموضوع ولا تخفى ظاهرة وجود مصابين بالفيروس لم يشخصوا ولم يدرجوا في الإحصائيات وأن عدم إحصائهم هو سبباً لوجود بعض المدن في القائمة الخضراء في الوقت الذي يعرف السكان أن عدد المصابين بينهم أعلى من المعلن وهي ظاهرة تتشارك فيها المدن العربية والحريدية أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً بجروح وصفت بالخطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية جسر الزرقاء وقدم طاقم طبي من مؤسسة نجمة داود الحمراء العلاج الأول للمصاب ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى هيل اليافا في مدينة الإخديرة لاستكمال العلاج وفتحة الشرطة ملفاً للتحقيق في ملابسات الجريمة واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً من كفر عقب بشبهة ضلوعه في جريمة قتل المرحومة حنين لعبيت البالغة من العمر 27 عاماً من مدينة رهط ومن المزمع أن تمدد محكمة الصلح في مدينة بئر السبع اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق بعد شهرين من افتتاح العام الدراسي شارك وزير التعليم يوآف غالنت في توزيع عشرات الحواسيب النقالة على طلاب في مدرسة أورت أبو تلولة ثانوية وذلك من أصل 1800 حسوب للمجتمع العربي في النقاب جميعاً للمرحب של أبو تلول لدينا 1,800 محشبين هذا شيء ما لم يحدث منذ حكامة مدينة ישראל جميعاً من محشبين في هذا المكان في هذا المكان الآخر هو أننا مجمع 50,000 محشبين لكل المغزر العربية البدوية وגם الكفري وגם الأشخاص الذين живون في الشتح ومن المدينة هذا الكثير من الأشخاص الذين في الأוכلوسية لأنهم يحتاجون لهم جميعاً وأنا مجمع بذلك وأنا نعمل أيضاً على النساء التشتיות المحشبين هؤلاء يتحدثون على التحديث أيضاً سلولارياً لكن النساء التشتיות والإنترنت هذا شيء يجب أن يكون مطابع لديه المسرد المتابعين وأنا أتمنى أن هناك بالتأكيد هناك حاجة ماسة جداً للطلاب للتعلم عن البعد وهي الحصول على الكمبيوترات نشكر وزارة التعليم على هذه المبادرة لتوزيع الكمبيوترات للطلاب ولكن هناك لا توجد البنية التحتية للاتصالات حتى يكون التعليم على مستوى عالي وقدرة للطلاب أن يتعلموا فلذلك توزيع هذه الكمبيوترات قد يكون مشروع طيب والمستقبل ولكن يجب مقابل هذا أن تكون هناك أيضاً مبادرة لبناءة الإنترنت والاتصالات في القرى ويأتي توزيع ثلث الحواسيب المخصصة لهذا المشروع للمجتمع العربي في البلاد من قبل شركة مفعيل التي فازت بمناقصة الوزارة في ظل النقص الشديد في البنى التحتية لشبكة الاتصالات خاصة في القرى العربية البدوية مسلوبة الاعتراف والتي تعاني أصلاً من إمكانية الاتصال الهاتفي بصورة سلسة كانت لنا زيارة لوزير التربية والتعليم السيد يوآف جالنت ونثمن جداً هذه الزيارة وتعتبر مهمة جداً للمدرسة المدرسة ولقرية أبو طلول وسبكان أبو طلول حيث تم توزيع العشرات من الحواسيب على الطلاب وتحدثنا عن المصاعب التي تواجهنا كمدراء مدارس وكهيئات تدرسية في التعليم عن بعد حسب رأي أن فيه عالية تنفي عندها حواسيب كثير ما عندهم صعب وضعهم للاقتصاد كثير كويس أن الوزير جاء وساعدهم وعطاهم حواسيب كثير هذا شيء كثير يعني كويس رح ساعدنا كثير في المستقبل وكما فيه مشاكل يعني تعتبر ضرورة توفير حاسوب لكل طالب أمراً مرهقاً خاصة للأسر التي لديها عدد كبير من الأبناء الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة خاصة في ظل جائحة الكورونا حيث يرى عدد من أولياء أمور الطلاب أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية لم يكن عاماً سهلاً فقد تغيرت الحياة وظروفها بسبب جائحة كورونا إلا أن هذا لم يغير أبداً من عزم المواطنين العرب في الحفاظ على أراضيهم وتأكيد صمودهم في البقاء على هويتهم والعودة لموسم قطف الزيتون ببهجة لا يمكن محوها بالنسبة لهذه الأرض هذه واقعة في صفور المهجرة الزيتون في سنين بحمل وفي سنين أخف شوي أما الحمد لله عندنا بركة إحنا قبل يومين ثلاثة درسنا درسة حركة 15 شوال صغار يعني يعني جوز سبع شوالات والحمد لله عملنا سبع تنكات يعني موسم بركة الحمد لله والحمد لله في لمة عيال هنا منيجي مبسوطين شايف وشجرة الحمد لله مباركة يجد المواطنون العرب في موسم قطاف الزيتون إحياء لهويتهم العريقة وضرورة مشاركة الأجيال الصغيرة لإرجاع العادات الاجتماعية في تجمع العائلة على طبق بسيط ليكون هذا المكسب العظيم تراثا قيما يرثه الأبناء عن آبائهم وأجدادهم موسم الزيتون موسم الخير والبركة والزيتون ذكر بالقرآن الكريم زيت شجرة مباركة والحمد لله رب العالمين يعني أنا متجاوزة بالمكر أهلي بالمشهد أجيت أساعدهم لأنه بدها همة وبدها مساعدة وإذا ما صرتش فيه لمة ومساعدة والقعدات الحلوة اللي بتصير بالزيتون بتشوف هاش بموسم ثانية لما بتيجي على الأرض وبتشوف الأرض وبتعتني فيها بتضحك لك يعني نفسها بتصير تضحك لصاحب الأرض الشجرة يعني بتكيف وتنبسط ليش لأنه صاحبها جاي بسقيها بعشبها بعتني فيها بخليش إشي حواليها وزق هذا الإشي اللي إحنا يعني منشجع الكبير والصغير حتى الصغار لازم نعلمهم على حب الأرض لأنه هاي الصغار اللي بتيجي وجودها هون خلص كأنه عار في الأرض هاي إلها يعني بيظل محافظة وبيظل تقول فيه أرض سيدة أرض ستة بتيجي عليها بديربالها عليها على الرغم من استمرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضي المواطنين العرب واتباع سياسة الهدم أيضا إلا أن هذا لا يبعث إلا الأمل والصمودة بإصرار أكبر للتمسك بالتراث الفلسطيني وما يعنيه الزيتون وقيمته الحقيقية والراسخة لدى المواطنين العرب مهما فتكت صعوبة الظروف الصحية والاقتصادية يواصل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن تقدمه على خصمه الرئيس دونالد ترامب وفق استطلاعات الرأي التي تجري على المستوى الوطني قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات الأمريكية بأكثر من سبع نقاط وبحسب موقع ريلي كلير بوليتيكس أبهرت استطلاعات الرأي تقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا شمال شرق الولايات المتحدة بأربعة فرزة ثلاثة نقاط والتي تعتبر من أهم الولايات في حسم فوز أحد المرشحين ولها عشرون صوطا في المجمع الانتخابي من بين خمسمائة وثمانية وثلاثين صوطا هذا وأشارت صحيفة نيويورك تايمز ومواقع استطلاع أخرى إلى تقدم بايدن في العديد من الولايات المتأرجحة التي كانت سببا رئيسيا في فوز ترامب في الانتخابات عام 2019 ومن بينها بنسلفانيا وفلوريدا وأريزونا وويسكانسن دعا كل من المجلس الوطني ومجلس الوزراء الفلسطينيين بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به جراء إعلان بيلفور المشؤوم وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا في مستهل جلسة الحكومة الإسبوعية إن إعلان وعد بيلفور المشؤوم أعطى من لا يملك لمن لا يستحق وتسبب بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ودان اشتيا اتفاقية التعاون البحثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المؤسسات داخل المستعمرات غير القانونية المقامة على الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان مشيرا إلى أنها سابقة سياسية وقانونية خطيرة وأشار رئيس الوزراء إلى أن عمليات الاستيطان الواسعة تتوالى لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا واسعا وجادا لإدانة هذه العمليات وقطع الطريق أمام نوازع الضم للأراضي الفلسطينية وطالب اشتيا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم التاسع والتسعين والإفراج الفوري عنه وبدوره أكد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية كافة بحق الشعب الفلسطيني وشدد على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية وتنفيذ ما تم التوافق عليه من تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته وجرائمه وإفشال مشاريعه وخططه لإرغاء الوجود الفلسطيني على أرضه جددت جامعة الدول العربية مطالبتها لبريطانيا بتصحيح خطائها التاريخي الذي تسبب فيه بسبب إعلان بالفر والاعتراف بالدولة الفلسطينية دعما للسلام وفق رؤية حل الدولتين والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان صحفي في الذكرى الثالثة بعد المئة لإعلان بالفر أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية واستنكرت الجامعة استمرار الاحتلال في انتهاكاته وممارساته واستمراره في الاستيطان والتهويد والضم واستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لما يزيد عن 13 عاما قلبت رسالة قصيرة أوردها أرثر بيلفور وزير الخارجية البريطانية في الثاني من تشرين الثاني من عام 1917 بسطورها التي لم تتعدى العشرة تاريخ شعب بأكمله شعب لم يتجشم الوزير بيلفور عناء ذكر اسمه حتى بل وصفه بالجماعات الأخرى المقيمة في فلسطين وكأنهم غرباء أو شعب طارئ على تلك الأرض لم تكن هذه الرسالة طفرة أو فكرة وليدة اللحظة خطها بيلفور ووقعها وأرسلها كوعد ديبلوماسي بل هي نتيجة سنوات من الاجتماعات بين المنظمة الصهيونية ورجال أعمال يهود مؤثرين في الدولة البريطانية وممثلين عن الحكومتين الفرنسية والبريطانية لقد كانت بريطانيا ترغب وبشدة في تحقيق الحلم الصهيوني على أرض فلسطين دون أن تتخيل للحظة أن هذا الحبر سيلحق بها الملام على ضياع الحق الفلسطيني على مر السنين وسيكون سببا في احتجاجات الناشطين والناشطات في القضية الفلسطينية في كل أنحاء العالم وستبقى مطالبتها بالاعتذار حية كل يوم رغم أنه مر على رسالة أو الوعد 103 أعوام لقد كانت هذه الرسالة بمثابة الضوء الأخضر لاحتلال فلسطين وإعلان الاحتلال لدولته عام 48 ليكون بذلك الوزير بالفر قد أوفى بوعده بأن يتم تأسيس وطن قومي لليهود لكنه لم يلتزم أبدا بضمان حفظ الحقوق المدنية والدينية للجماعات الأخرى كما وصفها وبذلك أصبحت بريطانيا الدولة العظمى هي الواجهة الشرعية التي ترتكز عليها الحركة الصهيونية في تحقيق خطتها في المقابل اختلفت ردود أفعال العرب تجاه التصريح بين الدهشة والاستنكار والغضب وبهدف امتصاص حالة الصخط والغضب التي قابل العرب بها وعد بالفورة حيث أرسلت بريطانيا رسالة إلى الشريف حسين بواسطة الكولونيل باست تؤكد فيها الحكومة البريطانية أنها لن تسمح بالاستيطان اليهودي في فلسطين إلا بقدر ما يتفق مع مصلحة السكان العرب من الناحيتين الاقتصادية والسياسية ولكنها في الوقت نفسه أصدرت أوامرها إلى الإدارة العسكرية البريطانية الحاكمة في فلسطين أن تطيع أوامر اللجنة اليهودية التي وصلت إلى فلسطين في ذلك الوقت برئاسة حييم وايزمن خليفة هرتل وكذلك عملت على تحويل قوافل المهاجرين اليهود القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية إلى فلسطين ووفرت الحماية والمساعدة اللازمتين لهم أما الشعب الفلسطيني فلم يستسلم للوعود والقرارات البريطانية والوقائع العملية التي بدأت تفرد على الأرض من قبل حركة الصهيونية وعصاباتها المسلحة بل خاض ثورات متلاحقة كان أولها ثورة البراق عام 29 ثم تلتها ثورة عام 36 وفي الذكرى الثالثة ما بعد المئة على مرور وعد بلفور المشؤوم تتجدد المطالب من الحكومة والقوى والفصائل الوطنية وجامعة الدول العربية لبريطانيا بالاعتدار من الشعب الفلسطيني وتصحيخ خطائها التاريخي بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين كما وتستمر الحكومة بدعوة المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض لمختلف أشكال العدوان والاستيطان ونهب الثروات والتطهير العرقية في تنكر فاضح لجميع القرارات الدولية التي اعترفت بحقوقه السياسية والقانونية وإقامة دولته على أرضه وكان محامون فلسطينيون تقدم الأسبوع المنصرم بدعوة قضائية في محكمة بداية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية وعد بلفور في خطوة تعد سابقة وتقوم الدعوة على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه ومطالبة بريطانيا بالاعتدار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة